الوسيلة الوحيدة لدفن ميت في مدينة تكلبان الفلبينية الآن هي أن تدفنه بنفسك جوزيف وأصدقائه جاءوا لحمل جثة أخته بعد ثلاثة أيام ظلت فيها مطروحة على الطريق سائرين على الأقدام حملوا النعشة المصنوعة بما تيسر وعلى عجل في كل مكان تجد مثل هذا الرجل الذي يحصي في أسا من لقي مصرعه من جيرانه وأقاربه في الضحية التي يسكن بها معظم الضحايا من الأطفال ما يزال من المستحيل تقريبا معرفة العدد الفعلي للموتى في هذا الدمار ولكن يمكن تكوين فكرة إذا علمنا أنه في هذا الشارع الصغير وحده مات ثمانية عشر شخصا عدة جثث ما تزال في العراء تحت الشمس الحرقة وقد أخذت في التحلل في الشارع التالي التقين ميلدريد وعائلتها لقد نجوا بالاحتماء بصقف منزلهم الذي لبى أملهم فلم يتداعى على رؤوسهم الخطر الذي يخشونه الآن هو الجوع يحاولون عبثا تجفيف كميات من الأرز فيما يتساؤلون في يأس عن الحكومة وعن المساعدات التي لا تجيء مشكلتنا الكبرى هي الطعام لقد مات كثيرون ولكننا نحتاج الغذاء للبقاء أحياء انظر ماذا لدينا لا شيء نحتاج أرزا وطعاما كما نحتاج لمن يساعدنا في دفن الجثث بالقرب من الشاطئ شاهدنا جماعة تحفر قبرا لأم هؤلاء الشبان الثلاثة لا تزال الجثة عالقة تحت ثقة لشجر جوز الهند الضخم دون أن يتمكنوا من استخراجها سألت الزوج عن حالهم سيء جدا لا أستطيع النوم لقد كانت أما صالحة أنا يائس للغاية كل شيء راح على مقربة كانت مجموعة أخرى قد حفرت حفرة كبيرة لقبر جماعي توافدت الطوابير الحزينة طوال بعض الظهر أحصيت ثلاثين جثة لا أحد يعلم كم من القبور الشبيهة تم حفرها على طول الساحل ولا كم جثة دفنت لكننا نعلم بالتأكيد أن الرقم كبير لا محالة شكرا شكرا شكرا